الفكرة الثانية اللي حضرتك برضو أشرت إليها هي فكرة السبوت وأنا الحقيقة حابب أني أنا درس كلمة السبوت منيتم في اللي بيستخدمها يوحنا وهي كلمة تعني وأنا ذجعت القموس بإذنك أحب أقرأ مرجعية إلى القموس يعني وضع الثبات الدائم المستقر غير المتغير الاتحاد الدائم ليس حالة نشوة أو خبرة أو تأمل أو تعزية مؤقتة ليس الدعاء الفلاسفة اليونانيين بحالات الاتصال بالنور أو الصوفية التي ادعت بالتواجد في الحضرة والتواجد في الدوران في حلقات من نور لكن هو اتحاد دائم حالة من الاستقرار والحقيقة ده شيء طبيعي لأن النهاردة لما أبص لغصن الكرمة لابد أن يكون متحد في حالة عضوية يعني كلم عن الالتصاق بالضبط بالضبط وهو لاحظ أنه هو ثبوت متبادل أثبتوا فيها وأنا فيكم عشان كده السبوت متواصل أثبتوا فيها وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إلا بيثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيها ونهاردة السؤال بتاعي اللي عايز أسأله كل واحدة كل واحد فينا يترى هل يوجد حائل مانع بينك وبين الراب لا يوجد مانع أكثر من الخطيئة خطيئكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وثامكم حجبت وجهه عنكم حتى إنه لا يسمع وبالتالي النهاردة الشيء الطبيعي هو أن الكرمة الغصن الذي يثبت في الكرمة يأتي بثمر والشيء الآخر أنه لا يمكن أن نأتي بثمر بدون الثبوت في الكرمة يعني ما فيش alternative ما فيش بدائل أخرى ولا حلول أخرى ولا وسائل أخرى لا هو الكرمة وكلمة الكرمة زي ما حتك عارف في البلاد وفي بلدنا في منطقة الشرق الأوسط وفي كل منطقة الكرمة تعني الكل في الكل يعني إحنا مش بنعني جزء مش بنعني مثلا الجذور أو الجزوع أو العناقيد لا الكرمة هي الكل وكأنه يريد أن يقول أنا الكل في الكل وإذا أراد الجزء أن يعيش عليها أن يرتبط بهذا الكل أثبتوا فيي وأنا فيكم وأنا بصلي من كل الألب أن النهاردة ثبتنا في المسيح الامتحان بتاعه هو الثمر نعم إذا لم يكن هناك ثمر واضح في حياتك والثمر هو ربح النفوس والكرزة بالإنجيل والشهادة للمسيح سواء كان بالحياة أو بالكلام فيجب عليك أن تتوقف لأنك أنت في خطر المسيح قال كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر أنا أؤمم بالضمان الإلهي للمؤمن لكن هناك تحذير لكل غصن لا يأتي بثمر مش هو الكتاب يعلمنا فيكم كثيرون مرضى وكثيرون إيه؟ يرقدون مش كده؟ يعني كثيرون يرقدون لأنه في خطية موجودة من التأديب الإلهي من التأديب الإلهي وأي ابن لا يؤدبه أبوه وبالتالي علينا أن نستثمر الفرصة والوقت فنؤتي بثمر لكي يدوم ثمرنا بالفعل ولكن يعني أنا أتكلم عن التسلسل مثل ما ذكرت حضرتك كل غصن ينزعه ينقي حتى يأتي بثمر أكثر وبعدين بيكمل في كل غصن يجف يجمعونه يطرحونه فيحترق بهذا يتمجد أبيه يعني قمة الموضوع اللي عاوز يوصلنا اللي هو إرادة الله طبيعة الله قطة الله أن تأتوا بثمر كثير بثمر كثير فتكونون تلميذه يعني هاي مرحلة التلمزة يعني الرب يسوع في يحنى 8 يكلم اليهود الذين آمنوا يعني بيتكلم إن ثبتتم فيها فبالحقيقة تكونون تلميذه لللي آمنوا بالضبط الفكرة أنه كمان قال لنا أن في تلميذ لم يعودوا يخضرون أن يمشون معه نعم بعد ما تكلم عن جسد مأكد حق في يحنى 6 كثيرون رجعوا إلى الوراء والذين أذكرهم كنت أذكرهم مرارا والآن أذكرهم باكيا زي ما بيقول الرسول بولوس فعلينا إذن أعداء الصليب بسميهم بالضبط فعلينا إذن مع مع يقيننا بضمان المؤمنين علينا أن نتذكر باستمرار أن هناك شرط وهناك انتظار من الرب لنا في حياة السمر وفي عدد كبير جدا من المؤمنين لم يسمروا لأنهم لم يتتلمزوا ولم يصبحوا تلاميذ ولم يأتوا بالثمر وحياتهم هي حياة الاكتفاء الكاذب لأنك تقول أني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي إن لم تتب الحياة تحذير مهم يا سيد نظار وأنا خايف أن اليومين دول مع تركزنا على التعليم بالنعمة وهو تعليم أكيد وصحيح مئة بالمئة أن لا ننسى أيضا التحذير الإلهي لأن أرضا قد شربت المطر اللي أتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا وشيء صالح مباركة لكن أنتجت شوكا وحاسكا فهي قريبا من اللعنة التي نهايتها للحرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة